على خطى مالي تبعث بورك نفاس برسالة إلى فرنسا أفادها سحب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون الشهر وإن كان الطلب سلطة وقادوغو واضحا ومباشرا إلا أن مكران وفي أول رد له طلب توضيحا أنا في انتظار توضيح من طرف الرئيس الانتقال التراوري ليقدم تفسيرات في هذا الشأن لأنني فهمت أن الرسائل التي صدرت لحد الآن يكتنفها الكثير من الغموض بما أنه خارج العاصمة إذن أعتقد أنه يتعين علينا توخي قدر كبير من الحذر هناك تخصص للبعض في المنطقة ممن شاركوا فيما نعيشه بأوكرانيا وأعني هنا أصدقائنا الروس في ممارسة التلاعبات لهذا ننتظر توضيحات من طرف السيد تراوري بخصوص هذا الموضوع الشعب الموركينبي نازل إلى شارع أكثر من مرة للتعبير عن غضبه واسيائه من وجود القوات الفرنسية التي يرى فيها قوة استعمارية تخدم مصالح باريس ليس إلا أبرز تجليات الرفض الشعبي كان مظاهرات ساخبة جابت شوارع وقادوغو الجمعة الماضية الرئيس نفسه قال ذات مرة إن فرنسا ليس لها أصدقاء بل لها مصالح فقط عندما تتعاون فرنسا مع أي بلد ليس من أجل المساعدة لكن لأجل مصالحها إنها مبادرة جيدة للغاية بل أقول إنهم تأخر كان يجب أن يتم ذلك في وقت مبكر جدا لأننا نحتاج حاليا إلى شركاء صارحين يمكنهم العمل حقا مع بوركينفاسو حجج باريس لتبرير حضورها العسكري لم تعد تقلع كثيرا من الشعوب الأفريقية على ما يبدو يدلل على ذلك الاحتجاجات الشعبية في النيجر وقبلها مالي خصوصا في ظل وجود لاعبين الجدد يتمنون مقاربة أخرى تجد قبولا عند الأفريق